قالت سقطرة ما يجب أن يقوله اليمنيون شعباً ودولة بالروح، بالدم، نفديك يا يمن لم يكن كلاماً عابراً فقد قال السقطريون كلمتهم الفصل كدرس للحرية الأوطان لا تخضع للمزادات السياسية وسقطرة ليست مسرحاً للعبث الإماراتي أهلاً بكم بدت سقطرة أكثر جلاعاً وصدقاً وهي تحدد موقفها من العباث الإماراتي الذي طالها لتؤكد مرة أخرى أنها من أرض لا تقبل المساومة ولن تقبل بالعابرين والطارئين الجدد لماذا نقول سقطرة؟ لأنها، وبالرغم من التوجه الإماراتي لاستمالة أهلها وسكانها تحت لافتة الخدمات الشكلية والتجنيس الإماراتي والزيارات ومسع أبوظبي لنقل الكثير من أبنائها من الشباب لتدريب في معسكراتها وتكوين جيش صغير موال لها تحت اسم النخبة السقطرية إلا أنها رفضت الفوضى والعبث وخرج صوتها الغاضب بالمظاهرة كبيرة خرج الناس وأكدين وقوفهم في صف دولتهم الممثلة بالسلطة المحلية ورافضين لوجود الميليشيات المسلحة خرج الناس والسلطة معاً لما في ذلك محافظ سقطرة الشاب رمزي محروس وخرج العالم اليمني وكان الهتاف باسم اليمن الكبير سقطرة أكبر الجزر اليمنية وأكبر المواقف لا للمشاريع الضيقة نعم للدولة ها هي سقطرة هذه الجزيرة الساحرة تزيد العالم إبهاراً بموقفها كما أبهرته بنفائسها الطبيعية فقد خرج السقطريون كشعب يعرف ما يريد ويدرك أهمية اللحظة التاريخية التي تفرض عليهم الوقوف صفاً واحداً بوجه الأطماع الخارجية مظاهرة هي الأكبر في تاريخ الأرخبيل جابت أرجاء مدينة حديبو عاصمة المحافظة أعلن خلالها أبناء سقطرة دعمهم للحكومة الشرعية ممثلة بالسلطة المحلية منددين بالاعتدال لتعرض له محافظ سقطرة ووزير الثروة السمكية ابن سقطرة من قبل عناصر موالين للإمارات المحتجون رفعوا لافتات تندد بالتدخل الإماراتي وإثارة الخلافات والصراعات داخل الجزيرة البعيدة عن كل مظاهر التوتر التظاهرة جاءت بمثابة رد على تظاهرة سابقة لها نظمها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وهادفت لمهاجمة المحافظ محروس ورفع المتظاهرون خلالها علم الإمارات لكن سقطرة هتفت وقالت كلمتها مؤكدة أن لا خيار سوى الدولة الشرعية والسلطة المحلية ولا عالم إلا عالم الدولة اليمنية وأن لا مجال لعبث الإمارات وانقلاباتها ومشاريعها المدمرة المحافظ الشاب رمزي محروس الذي عرف بصلابة موقفه الرافض للمساس بسيادة الدولة وأمن سقطرة خرج بين الجموع وأكد تمسك سكان سقطرة بالدولة وانحيازهم للسلطة الشرعية ورفضهم لأي تشكيلات خارجة عن القانون ومؤسسات الدولة كانت سقطرة قد شهدت تجاوزات إماراتية تمس أمنها وسيادة الدولة في محاولات للهيمنة على الجزيرة والاستحواذ على مقدراتها وقرارها السياسي والسيادي لكنها فعلت مع الإماراتيين والسعوديين ما فعلته عبر تاريخها الرافض للغزاة والمحتلين ووقف أهلها جدار صد منيعاً أمام كل المطامع للدفاع عن كرامتهم وأمنهم وسيادة بلدهم فهل تفي شرعية هادي معهم؟ إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الأستيديو الأستاذ محمد الأحمد الصحفي والناشط الحقوق لمساء الخير أستاذ محمد مساء الخير أخداء كما سينضم معنا الشيخ عيسى بن سالم بن يقود شيخ مشايخ سقطرة عبر الأقمار الاصطناعية من عمان مساء الخير شيخ عيسى مساء النور والعافية أهلا بك كما سيكون هناك معنا بعض الضيوف عبر الهاتف والبداية من عندك شيخ عيسى إذن نفضت سقطرة الغبار وخرجت بمسيرة حاشدة ماذا أرادت أن تقول سقطرة في هذا اليوم؟ اليوم كما تشاهدون في محافظة أرخبيل سقطرة اليوم خرجت الآلاف من أبناء محافظة سقطرة ليقولوا كلمتهم أمام العالم أجمع وقالوا كلمتهم نحن متمسكون بشرعيتنا متمسكون بدولتنا متمسكون بفخامة الرئيس عبد رب منصور هادي وشرعيته متمسكون بالسلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ رمزي بن محروس وقفوا أمام الجميع نزلوا من البوادي ومن الحضر ومن السهول ومن النقد ومن جميع طياف أبناء سقطرة وقالوا كلمتهم إننا نحن هنا نحن يمانيون نحن سقطرة يمانيون أبناء المهرة وسقطرة متمسكون بدولتهم أبناء المهرة وسقطرة متمسكون بشرعيتهم شرعية عبد الرب منصور هادي سقطرة عصية على التدخل الخارجي وقد حصل هناك في زمن ماضي أكثر من قوم يريد أن يغزي سقطرة ولكن أبناء سقطرة من الشرفاء من الرجال من العظماء ثبتوا في موقفهم وقالوا كلمتهم إننا نحن هنا في سقطرة سقطرة اليوم تنتفض وتحتشد وتقول لا نقبل بأي تدخل خارجي أبناء المهرة وسقطرة يقولون كلمتهم أحنا بالحقيقة نستغرب من أخواننا في التحالف التحالف لديهم أهداف والأهداف بما يسمى عاصفة الحزم لديهم أهداف معلنة وأهدافهم إرجاع الشرعية إلى صنعة طيب ماذا لديهم في أبناء المهرة في محافظة المهرة شرق اليمن ماذا لديهم في جزيرة سقطرة في المحيط التحالف نحن نناشد التحالف ونقول لهم أنتم إن كنتوا على أهدافكم فأرد الشرعية إلى صنعة نريد شرعيتنا ترجع إلى صنعة بما يسمى صنعة دولة دولة الشرعية هذا الأهداف من ضمن أهداف المعلنة في عاصفة الحزم اليوم نرى أن التحالف عمل مراكز عسكرية وعمل مدرعات وعمل هناك احتلال واضح لمواني المهرة وسقطرة وأغلب المدن اليمنية المهرة أمس في مشكلة عند أبناء المهرة ونحن نناشد التحالف أن يرتفع من ميناء نشطون نناشد التحالف أن يرتفع من مطار الغيظة نناشد التحالف أن يرفع المعسكرات التي عملهم على طول شاطي محافظة المهرة نعم سنتحدث عن التحالف شيخ عيسى عفوا نعم سنتحدث عن التحالف ودوره فيما يحدث وما الذي يجب عليه ولكن اسمح لي أن أنتقل لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي برأيك أستاذ محمد انطلاقا من صوت السقطرين اليوم في مسيرتهم الرافضة لأجندات الإمارات والفوضاء التي تحاول إشاعتها ما أهمي الدور وصوت الشعب وإرادته حينه يريد أن يقول لا شيئا شكرا لك أخت آسيا مساء الخير لك وتحية التقدير لشيخ عيسى ولكل الأحرار في سقطرة والمهرة الرافضين لمشاريع التدمير والتقسيم والتشطير والتشضي للهوية اليمنية والجغرافية اليمنية والرافضين لمحاولات الويصاية وفرض الاحتلال أو الاستحواذ لأي جزء من تراب اليمن الغالي اليوم في الحقيقة أخت آسيا سقطرة وخروج السقطريين اليوم بأعداد هائلة أحيا فينا الروح الثائرة ضد الظلم وضد محاولات الإهانة أو الاستخفاف بكرامة اليمنيين وإرادتهم وحرياتهم وحقوقهم في الحقيقة سقطرة اليوم تألقت مثل ما هي متألقة في وجدان كل يمني حر شريف وبنفس القدر من جمال هذه الجزيرة وروحها وفرادتها كان اليوم الحضور الكبير للسقطريين اليمنيين الذين أكدوا دعمهم للشرعية ليس فقط الشرعية برموزها ولكن شرعية النضال الوطني في لحظة تاريخية عصيبة يمر بها اليمنيون يتهدد وجودهم وهويتهم وجغرافيتهم مشاريع التدمير ومشاريع الاستحواذ والمشاريع المرتهنة لتجار الحروب ولمراهقي السياسة في الحقيقة وبالتالي خروج الناس اليوم كان تأكيدا على تمسكهم بالشرعية بمفهومها أيضا الكبير الشامل بمشروعية النضال الوطني كل محاولات المساس بالسيادة الوطنية وبالجغرافية اليمنية وبالهوية اليمنية وفي نفس الوقت أيضا تأكيدهم على التمسك بشرعية الرئيس هادي وكشرعية فعلا سياسية توافقية وبمشروع الدولة الاتحادية وتمسكهم أيضا بالسلطة المحلية وبمؤسسات الدولة في الحقيقة اليوم كانت تظاهرات السقطريين تقول كلاما واضحا ولا يحتمل التأويل بالروح بالدم نفديك يا يمن هذا الشعار في الحقيقة الذي يهز وجدان كل يمني أصيل ونبيل في هذا الظرف التاريخي العصيب الذي يتهدد اليمنيين كلهم مشاريع التدمير والتمزيق كما أشرت قبل قليل كان السقطريون على قلب رجل واحد على مدى عقود ولم تشهد جزيرة سقطرة أي أعمال عنف أو محاولات استقطاب وللأسف الشديد في الوقت الذي كان اليمنيون يعلقون أمالهم بالأشقاء في التحالف لإنقاذهم من الإنقلاب ذهبوا إلى سقطرة وإلى المهرة التي لم تطاها أقدام الحوثيين وبالتالي كان خروج أيضا السقطريين اليوم يؤكد فزعهم من مناطق التي أنشأ فيها التحالف أحزم ونخب لإهانة كرامة اليمنيين ومصادرة حقوقهم في تلك اليمنيين إذن شيخ عيسى اليوم سقطرة أعطت درسا كبيرا لكل محافظات اليمن وللشرعية والتحالف أيضا فبالرغم من حجم الدعم والمغريات وشراء الولاءات من الإماراتيين لأبناء سقطرة إلا أن ذلك لم يمنعهم من الخروج بموقف رافض وصريح ضد كل تلك المغريات ولم يستجيبوا لها فمن أين يسمد أبناء سقطرة هذا الموقف الصلب؟ نعم شيخ عيسى هل استمعت إلي؟ عفوا لن أسمعك ممكن تعيدين السؤال نعم يعني بخروج أبناء سقطرة اليوم أعطوا درس كبير في الحرية ورسائل عديدة لبقية المحافظات والسلطة الشرعية وكذلك للتحالف ورغم كل المغريات التي قدمتها الإمارات وشراء الولاءات لأبناء سقطرة إلا أنهم رفضوا كل تلك المغريات ووقفوا موقف صريح وواضح فمن أين يستمدون هذا الموقف؟ نعم بالحقيقة أهلنا وأخواننا الشرفاء في محافظة أرخبيل سقطرة وأقدم لهم الشكر الجزيل أشكرهم جميعا كلا بأسمه وبصفته كل من وقف هذه الوقفة النبيلة وأنا من هذا المنبر أناشد أخوان اليمنيين في كل محافظة اليمن أن يخرجوا وأن يقولوا كلمتهم أمام الملأ ليرى العالم ما هو موقف اليمنيين اليمنيون معروفين برجولتهم بمواقفهم المشرفة ونحن اليوم نقول لجميع محافظات اليمن عليكم أن تخرجوا وتقولوا كلمتكم أمام الملأ إن اليمن بشكل عام لا تقبل المساس بالسياد الوطني اليمنية لا يقبلها أي يمني حر أحنا في سقطرة أو في المهرة أو في جميع محافظات إن كان الجنوبية أو الشمالية لا نقبل التدخل الخارجي نقولها وقلناها سابقا أيه اليمنيون اليوم أمامكم فرصة أن تقولوا كلمتكم أمام الملأ وتقولوا كلمتكم أمام العالم أجمع ليرى إننا نحن لا نقبل بأي تدخل مهما يكون نعم إذن كما قلت السقطريون قالوا كلمتهم اليوم فما هو الدور المنتظر من الشرعية بعد هذا الخروج الكبير والمساند من أبناء سقطرة لها الدور المطلوب من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أنا سبق وقد طلبت منه والآن أطلب من هذا المنبر من فخامة الرئيس أن يضم جميع الميليشيات اللي كانت ميليشيات تابع الإمارات بالذات عندنا في سقطرة المدعومة إماراتيا إن هؤلاء أخواننا وأبناءنا ولا نريد أن نرمي فيهم هكذا نريد أن يضمهم إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية موقف الشرعية نريد أن الشرعية تقف مع أبنائها إن كان في سقطرة أو في جميع محافظات اليمنية نناشد فخامة الرئيس أن يقف اليوم معنا في المهرة حقيقة أخواننا المهرة اليوم يعانون كثيرا من المعسكرات التي كثرت في محافظة المهرة على شاطئ الساحل من حوف إلى مصنعة هؤلاء معسكرات السعودية ماذا لديهم السعوديين في هذه الشواطئ ثانيا مطار الغيظة مطار الغيظة اليوم تكن عسكرية نحن نريد المطار الناس أن ينتقلوا فيه ويكون مطار مدني مثل ما كان ميناء نشطون ميناء نشطون معسكرات عسكرية في ميناء نشطون السعودية اليوم تريد أن تعمل نقط على الشريط الحدودي فنحن نتساءل مع السعودية ماذا لديها في محافظة المهرة محافظة المهرة محافظة آمنة محافظة معروفة بكرم أهلها بجود أهلها المهرة هي التي احتضنت من جميع أبناء محافظة الشمال أو الجنوب فالمهرة اليوم حقيقة تمر في منعطف خطير من قبل أخواننا السعوديين ما هي الأطماع التي توجهت إليها الإمارات نحو سقطرة؟ ما الذي تريده منها بالضبط؟ الإمارات مثل ما عرفته تدعم تقنيد ميليشيات خارج إطار الدولة تحت مسمى الحزام الأمني السقطري وأرسلت شباب من سقطرة إلى عدن لنقل بعض المشاكل التي تستوي في عدن إلى سقطرة المسالمة التي لم يحدث فيها مشاكل منذ عشرات السنين والمظاهر اليوم والمسيرات في محافظة سقطرة دليل قاطع إن أبناء سقطرة مع الشرعية ومع الدولة ومع شرعية الرئيس ومع السلطة المحلية هذا الجموع رداً على من يحاول العبث بأمن واستقرار سقطرة ما حدث لو تذكروا ونرجع قليلاً إلى الخلف في العام الماضي من إرسال جنود ومدرعات والاستلاء على ميناء سقطرة ومطار سقطرة كان ذلك إعلان الإمارات بشكل واضح ورسمي ولكن الشرعية وقفت بقوة والرئيس هادي أرسل أنذاك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وبعد هذه الموقف خرجت الإمارات عسكرياً من سقطرة لكن مشاريعها لا تزال باقي في سقطرة نحن بالحقيقة نقول للإمارات نرجو من الإمارات أن تفهم موقفها وأن لا تتدخل في سياستنا وتمس بسياسة الدولة في محافظة سقطرة أو في جميع المحافظات اليمنية نعم إذن برأيك بطبيعة الحال شيخ عيسى لابد من وجود قبل بهذه الاستمالة من قبل الإمارات ويعني يؤيد الدور الإماراتي ماذا عن حجم هؤلاء الذين يؤيدون الدور الإماراتي في سقطرة وهل بالإمكان أن يساهموا في فرض واقع مغاير لمطالبة به سقطريون اليوم؟ مستحيل هذا الكلام مستحيل أن يكون هناك في مغايرة بين اللي يؤيد الإمارات وبين اللي لا يريد الإماراتيين نعم وأنتم رأيتوا اليوم الجموع اللي نزل في الشارع فأحنا نتكلم ونقول شاهدوا اليوم ماذا كان في محافظة أرخبيل سقطرة نزلت اليوم مظاهرة احتشدوا من جميع أبناء سقطرة ويقولون هؤلاء إصلاحيين أخواني أحنا اليوم المظاهرة ليس للإصلاح فقط إنما الإصلاح حزب من الأحزاب اليمنية اللي نقل له الاحترام وهو يعني يتخذ سياسة نفس الأحزاب الأخرى فنحن اليوم نزلنا السقاطرة جميعنا من جميع الأحزاب ومن جميع الأطياف ومن جميع القبائل ومن جميع المدن ومن جميع الحضر ومن جميع السهول نزلنا وقلنا كلماتنا أمام الملأ فهناك من من يسمى بالمجلس الانتقالي وبالحزاب المدعوم إماراتيا هؤلاء تبع قليل من الدراهم وسأعتقد أن لا يكون لهم أي تأثير في محافظة الخبير السقاطرة بالذات عندنا في السقاطرة لأنهم جمعة قليلة وكل واحد يتبع مصلحته وهذه مصلحتهم نعم إذن ما هو الخطر الذي يمثله استمرار العبث الإماراتي في سقاطرة في ظل صمت الشرعية ورفض أبناء سقاطرة لهذا العبث نحن بالحقيقة اليوم نتوقع من الشرعية ممثلة في خامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن لا يكون هناك صمت أن يكون هناك دور فعال للحكومتنا الرشيدة في محافظة سقاطرة وأن تقول كلمتها أمام الملاء مثل ما قال الشعب الآن دور الحكومة الآن دور فخامة الرئيس عبد الرب منصور فخامة دور مجلس النواب دور الأخوة من الوزراء فهم دورهم الآن ونحن نتمنى أن يكون دورهم يعني يناسب الشعب اليمني بشكل عام نعم السلطة المحلية كان لها دور إيجابي اليوم وخرجت مع أبناء سقاطرة صوتها ضمت صوتها مع أصواتهم ممثلة بمحافظ محافظة سقاطرة هل تتوقع أن تكون الحكومة الشرعية بنفس الموقف ما الذي يجب عليها فعله يعني بعد هذا الخروج الكبير حتى يعني على الأقل تستغل الحكومة الشرعية التأييد من أبناء سقاطرة يعني في ظل الخذلان الكبير الذي يصاب به الشعب من قبل الشرعية وموقفها نعم بالحقيقة نحن نتوقع ونظن إن شاء الله بحكومتنا أن تؤيدنا وأن توقف معانا موقف حازم من اللي يحصل اليوم في سقاطرة أو في المهرة أو في جميع محافظات الجمهورية اليمنية موقف الحكومة الشرعية نتمنى أن يكون أفضل من ذلك نتمنى أن يكون فيه موقف هناك واضح نتمنى أن يكون فيه هناك خطوط تكون للدولة وتحترم سيادة الدولة ثانيا بعض الأخواء يقولون أنتم لا تريدون لنا الخير في سقاطرة أو في أي مكان أخوان العزاء أحن نرحب من يأتي بالخير وبالمساعدات لأبنائنا ولأهلنا ولأخواننا في سقاطرة أو في المهرة أو في أي محافظة من محافظة الجمهورية اليمنية أحن اليوم نقول مرحبا من يعمل الخير مرحبا من يأتي بالخير مرحبا من يساعدنا أحن في سقاطرة بالذات عن المحافظات الأخرى نحتاج إلى مساعدات إن كان الإمارات أو السعودية أو الكويت أو قطر أو عمان سلطنة عمان أو جميع دول الخليج أو الدول العربية تساعدنا بمساعدات إنسانية فأحن نرحب فيهم ونحطهم على راسنا نحن توقعنا من التحالف ممثلة بالمنبك العربي السعودية ودولة الإمارات متوقعين منهم أنهم يدعمون الصحة يدعموا التعليم يدعموا جميع يعملوا البنية التحتية يعملوا هناك تنمية فللأسف الشديد نحن كنا متوقعين تنمية من أخواننا الخليجيين بالذات في السعودية والإمارات لكن اليوم طلع العكس التنمية اللي يأتوا فيها الدبابة والمدرعة والسلاح هذا هو التنمية اليوم اللي نراها في المحافظات المحررة إن كان في المهرة أو في سقطرة أو في محافظة الأخرى حقيقة هذا يؤلمنا كثيرا يؤلمنا كثيرا نحن نتمنى من الأخوة في التحالف أن يفهموا وأن يعوا إن بدل السلاح نتمنى أن تصل رسائل لك شيخ عيسى للمعنيين خاصة للشرعية وللتحالف شكرا جزيلا لك شيخ عيسى بن سالم بن يقود شيخ مشايخ سقطرة كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عمان عودة إليك أستاذ محمد أستاذ محمد تعليقك على حديث الشيخ عيسى خاصة فيما يتعلق بدور الشرعية التي يجب أن تناصر موقف سقطرة اليوم والتحالف أيضا أولا سمحي لي أكرر كل التقدير والتحية للشيخ عيسى ولكل الأحرار في سقطرة والمهرة لمواقفهم الثابتة والمبدئية وبالمناسبة أخت آسية هؤلاء الأشخاص عندما يتحدثون لم تلوثهم صراعات الماضي السياسية ويتحدثون بألسنة قلوبهم وليس فقط مجرد حديث لأن هناك تقاليد راسخة في الحقيقة تقاليد راسخة في سقطرة وفي المهرة وفي حضرموت حتى في هذه المحافظات تحديدا هناك تقاليد شعبية راسخة في الانتماء للدولة في احترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون في رفض العنف في الاحتكام دائما إلى مؤسسات الدولة لم يعهدوا طيلة السنوات الماضية أي جهة أخرى تأتي لتنازع السلطة سلطات الدولة مسؤولياتها وبالتالي عندما يتحدثون فهم يتحدثون من واقع هذه التقاليد الراسخة في وجدانهم وفي وعيهم وفي ثقافتهم اليوم يتحدث الشيخ عيسى شيخ مشايخ سقطرة والمهرة عن أنه بالفعل هؤلاء الناس انصدموا بسياسة الإمارات يعني التحالف والإمارات تحديدا في سقطرة وفي المهرة هذه المحافظتين تحديدا لم تطأهم أقدام الميليشيا الحوثية ولم تكون جزءا من مسرح العمليات العسكرية في مواجهة الانقلاب واستعادة ودعم الشرعية إذن ما الذي تفعله قوات عسكرية في المهرة وفي سقطرة تحديدا لماذا أرسلت الإمارات قوات ماذا تريد الإمارات يعني هل تريد أن تلتهم جزيرة سقطرة أو جزء من بلد عريق ضارب بجذوره في التاريخ والحضارة وله تجارب إنسانية يعني ربما لا يستطيع فهمها بعض مراهق السياسة اليوم الذين يحاولون أن يعيشون في أوهام عجيبة يعني هل يريدون التهام أجزاء من الجمهورية اليمنية يعني هل يحاولون استغلال ضعف اللحظة التاريخية هذه التي يمر بها اليمنيون ومأساتهم ومعاناتهم من أجل اقتطاع أجزاء من الجغرافية اليمن والذهاب بها بعيدا هذا مستحيل لن يحدث لا اليوم ولا غدا ولا بعد ملايين السنين وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن أوضاع في سقطرة وعن حشود جماهيرية ترفض سلوك الإماراتي فهذه الحشود جاءت بعد أن طفح الكيل وتعالت الأصوات اليوم ومن قبل أيضا دائما برفض السياسات الإماراتية ومحاولة فرض أمر واقع جديد محاولة إنشاء كيانات موازية للدولة ومؤسسات الدولة إذا كانت الإمارات جادة فعلا في دعم اليمنيين والأمن والاستقرار لماذا لا تذهب لدعم مؤسسات الدولة الموجودة الآن السلطة المحلية هناك جهاز أمني موجود تابع للدولة لوزارة الداخلية لماذا تذهب لإنشاء أحزمة ونخب خارج سياق هياك الوزارتين الداخلية والدفاع هي تحاول بناء كيانات موازية بعيدة عن سلطة الدولة اليمنية بل تعمل من خلال هذه الكيانات إلى عملية فرز واستخطاب في المجتمع وتمارس نفس ما مارسته الميليشية الحوثية من عملية تمزيق للنسيق الوطني في مناطق الشمال تعمل الإمارات بنفس الوترة لتمزيق النسيق الوطني في مناطق النفوذ التابعة لها وخصوصا في سقطرة وفي عدن وفي المناطق التي نجحت فيها في تشكيل نخب وأحزمة أمنية أما أن تسألينني أيضا عن موقف الشرعية للأسف الشديد كل ما نرجوه للشرعية أن تكون عند قدر المعقول من المسؤولية لا نريد أكثر من أن تكون هناك واقعية على الأقل سياسية في التعامل مع الأحداث هناك جماهير حاشدة خرجت إلى الشارع تؤيد هذه الشرعية فلماذا تظل صامتة هذه الشرعية؟ يجب أن يكون هناك موقف واضح في رفض السلوك الإماراتي على الشرعية أن تبادر بالفعل إلى طلب من مجلس الأمن بإخراج الإمارات من اليمن وجودها أصبح عبءا ثقيلا على عدالة النظال الوطني في مواجهة الإنقلابيين وفي حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة حرب الميليشية الحوثية على اليمنيين أصبح وجود الإمارات عبءا ثقيلا على عدالة النظال الوطني من أجل الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم أصبح وجود الإمارات في اليمن عبءا ثقيلا حتى في المناطق المحررة التي عملت على أن تحشر نفسها في الشراكة في إدارة مؤسسات الدولة ومحاولة فرض وصاية على القرارات وعلى توجهات السلطات المحلية في المحافظات المحررة اليوم نشهد في المحافظات المحررة واقعا مأساويا بكل ما تعنيه الكلمة ليس هناك تفعيل لمؤسسات الدولة لم يعد هناك وئام مجتمعي عملت على محاولة الاستخطاب وتمزيق السلم الاجتماعي في المناطق المحررة عملت على تقويض مؤسسات الدولة عرقلت عودة الشرعية بكامل مؤسساتها لممارسة مهامها في المناطق المحررة الفعل الذي قام به ابناء سقطرة هو فعل سابق للحكومة والرئاسة والدبلوماسية بشكل عام والتي من المفترض أن تدافعها عن سيادتها وأن تقف أمام الأخطار المهدقة بالوطن متى يواكب فعل الشرعية إرادة ومطالب الشعب ويستغل هذا الاستفاف الشعبي بجانبه؟ أقول أخت آسيا بملء فمي أنه إذا لم تستعد الشرعية للاستفاف بجانب هذه الجماهير التي خرجت لتأييدها فلن تجد فرصة أخرى للحديث باسم الشرعية لم يعد هناك إلا شعرة معاوية من هذه الشرعية إن كانت حريصة على التمسك بشرعيتها في الوجود والبقاء وفي الاستمرار أن تصطف إلى جانب اليمنيين في رفض الإنقلاب وميليشيا الحوثيين وفي رفض محاولة انتهاك السيادة الوطنية ومشاريع الاستحواذ وفرض الوصاية والاحتلال وبالتالي إن فرطت الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي والمؤسسات الشرعية بهذه الفرصة وبهذا الزخم الجماهيري المؤيد للشرعية والرافض للاحتلال والعبث الإماراتي فلن يكون هناك فرصة أخرى لمحاولة استعادة مشروعية الشرعية في الأصل تستند على المشروعية لا يمكن بقاء شرعية في المهجر لا يمكن بقاء شرعية من دون أن تتحرك وفق رؤى ومتطلبات اليمنيين أنفسهم اليمنيون هم أصحاب القضية هم اليوم الذين يدفعون من خالص دمائهم ومن حقوقهم من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية ورفض مشاريع التمزيق والتشضي والتدمير الذي جلبتها الإمارات في العديد من المناطق المحرمة وبالتالي إن تقاعست الشرعية عن القيام بمسؤولياتها بصدق وإخلاص وتفاني فستجد نفسها غير موجودة في الواقع إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف مختار رحبية مستشار وزارة الإعلام مساء الخير أستاذ مختار أهلا بك أهلا بك أستاذ مختار برأيك ما هي الرسالة التي وصلت للشرعية اليوم من مسيرة أبناء سقطرة الرسالة اليوم كانت رسالة واضحة ورسالة لا لبس فيها أن جزيرة محافظة سقطرة بالأصح مع الدولة ضد الملسنة ضد المشاريع الصغيرة ضد التخزين كما خرجت العام الماضي حينما وصلت جنود إماراتيين إلى جزيرة سقطرة وسيطروا على الميناء وعلى المطار وانتفل أبناء سقطرة هم اليوم يؤكدون للجميع أنهم مع الدولة مع خيار الدولة مع الشرعية وأنهم ضد المشاريع وضد أيضا تدخل بالقرار السيادي والقرار الوطني في محافظة سقطرة وكيس بغريب على أبناء سقطرة أبناء سقطرة التي في السنوات الماضية آمنة مستقرة بعيدة عن الأزمة بعيدة عن المشاكل بعيدة حتى عن تداعية الحرب التي شهدها اليمن بالتالي الرسالة هي كما كانت في السابق هي اليوم أنهم مع الدولة ومع الشرعية مشروعية أن تبقى الدولة هي المتحكم بالقرار السيادي نعم لكن ما يثبته الزمن للأساس أستاذ مختار أن الشرعية ليست مع نفسها وليست مع الشعب يعني الشعب استبق الموقف ورفض العبث الإماراتي فيما الشرعية ظلت متفرجة وإن كان هناك موقف من الإمارات فلم يظهر عمليا ولم يظهر صراحة أمام الناس لم تخرج الشرعية لتقول للناس أنها أيضا ترفض ما يحدث في سقطرة من عبث الإماراتي خاصة والجميع يعلم أن لا سقطرة ولا المهرة محاطة بخطر الحوثي أو داسها الحوثي حتى تلوث بهذا الشكل الشرعية يعني بالنسبة للسقطرة مواصلة بالمحافظ والمحافظ هو الذي يقف أمام أطمع دولة المحافظة من خرج في هذه المسيرة بالتالي الشرعية في العام الماضي أيضا تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الشرعية لم تصمت وشرعية لم تهادم ولم تقبل بأن تقوم دولة المحافظة إذن لما تصر أن تستمر الإمارات كجزء من هذا التحالف يعني طالما قد قدمت شكوى إلى مجلس الأمن وتعلم تماما ما يحدث في البلد بسبب الإمارات لما لم تخرج الإمارات من هذا التحالف لما لم تتقدم بطلب رسمي للسعودية التي ذهبت إليها أولا وتقول لا نريد الإمارات كشريك في هذا التحالف هذا الموضوع طبعا أنا أعتقد أنه هناك خطوات للوصول إلى مسألة الطلب من قيادة التحالف إخراج دولة الإمارات عربي وأنا أعتقد أنه في نهاية المطاب سيسمع في رأس وهناك عدة خطوات قامت بها الشرعية من أجل أن لا تكون الشرعية هي سبب من أسبب تشتثة التحالف أو انتهاء التحالف وبالتالي هي تقوم بخطوات وقامت بإرسال رسائل للملك سلمان بن عبد العزيز الملك المملكة العربية السعودية كونه قائد التحالف العربي تم إرسال أكثر من رسالة من قبل فخامة الرئيس بالتالي أعتقد أنه في نهاية المطاب سنصل إلى مرحلة وينتفض الشعب اليمني إضافة إلى قيادة الدولة وإخراج الإمارات كأدواتها سواء الأدوات السياسية والمجاوية التي نشرتها في اليمن نعم إذن أستاذ مختار أيضا برأيك هل يمكن التعويل على هذه الاحتجاجات الرافضة والتي تفائل بها كثير من اليمنين وشعروا بالأمل أنه ما زال هناك ثورة في هذا البلد أن تسري في كامل الجسد اليمني المسقل بالحرب وعبث الحسين والتحالف معا أختي الأزيزة بكل تأكيد أن العمل السلمي والمظاهرات والاحتجاجات وأيضا العمل المدني والعمل الشعبي هذا له أثر كبير جدا وهي رسائل يمكن من خلالها أن تعمل الحكومة بأعمال رسمية وبخطوات رسمية رأيت اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي كم هو الاحتفاء بجزيرة سقطرة كم هو الاحتفاء تحول إلى بطل شعبي في أعليم جميع اليمنيين لأنه قام حدث الإماراتي الإمارات وأدواتها ممكن إسقاطها من خلال الإعلام ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال أيضا وأدواتها المدنية من مظاهرات ومن مكيرات ومن احتجاجات على ما تقوم به في اليمن بالتالي نحن لا نقلل بل بالعكس هذه الأعمال أعمال مهمة تسهم في رفع الصوت ضد الإمارات وتقوم برسالة للشعب اليمني أنه ما زال هنا ما زال الشعب اليمني رغم الحرب رغم الوضع المعيشي رغم انقطاع الرواسط لكن ما زال الشعب اليمني لديه إحتاس آلي لأنه لا بد أن ينتقض ضد كل من يحاول المساس بالقرار السيادي أو التدخل أو القيام بأجندة له داخل اليمن والسيطرة على الممرة نعم إذن شكرا جزيلا لك مختار رحبي مستشار رزالة الإعلام كنت معنا عبر الهاتف عود إليك أستاذ محمد أستاذ محمد يعني عند النقطة التي ذكرت لي الأستاذ مختار مسألة هل هناك وجود فرص أخرى لأي استفاف يمكن أن يحدث في مناطق أخرى في أو خروج كهذا الخروج ضد ما يحدث في هذه المحافظة أو تلك؟ أنا أعتقد أنه لا بد أن يكون بالفعل هناك تجارب أخرى مماثلة للتجربة اليوم وهذا الدرس الجميل الذي اتقنت أداءه سقطرة من خلال الخروج في تجمع سلمي حضاري المطالبة أو للتأكيد على شرعية الدولة ورفض محاولات المساس بالسيادة الوطنية يفترض أن يكون هناك تجارب مماثلة وخروج مماثل أيضاً للجماهير في الحاصمة المؤقتة عدن وفي حضرموت وفي شبوى هذه التجمعات السلمية هي مظهر يقضى للمجتمع وهي الوسيلة المثلة لتمسك المجتمع بحقه وحقوقه في وجود دولة وسيادة قانون وفي توفير خدمات أساسية من حق اليمنيين أن يخرجوا في كل مناطق أيضاً حتى في مناطق الميليشية الحوثية رغم القمعة الرهيب والتنكيل بالمجتمع لكن سنظل على أمل أن يكون هناك انتفاضات كبيرة وواسعة ضد الميليشية الحوثية وضد أيضاً الميليشية والتشكيلات العسكرية التي أنشأتها الإمارات في المناطق المحررة كلاهما وجهان لعملة واحدة كلاهما كل الطرفين يمارسان القمع والتنكيل ومصادرة حقوق الناس ومحاولة تقويض مؤسسات الدولة وسيادة القانون وبالتالي الجميع فقط ينتظر الفرصة المواتية كما أظن للخروج ليشب الجميع عن الطوق ويخرجوا في هتافات تؤيد استعادة الدولة وتطالب بحقوقها اليمنيون اليوم بعد خمس سنوات من هذه الحرب الطاحنة أصبحوا يغسلون أيديهم من كل هذه الأطراف للأسف الشديد التي خادلتها الشرعية كان لها فرص كبيرة في المضي قدم في حسم المعركة وأيضا حتى التحالف كان بيده حسم هذا الصراع لمصلحة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب لكنه ذهب باتجاه حسابات أخرى وباتجاه حسابات المصالح وبسط النفوذ وتقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات وبالتالي فوت على نفسه فرصة الأولى الاستفاف الشعبي اليمني مع التحالف واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي سيظل هذا الانقلاب والمشروع الحوثي شوكة في خاصرة الخليق العربي السعودية تحديدا لأن التحالف نفسه بقيادة السعودية ارتضى لنفسه أن يطول أمد هذه الحرب وأن ينجح الحوثيون في الاستفادة من طول هذه المدة في تمكين مشروعهم في مناطق الكثافة السكانية في العاصمة صنعها وتطوير قدراتهم والمناطق الشمال بشكل عام وتطوير قدراتهم العسكرية واليوم أصبح هناك من يتحدث عن 400 مليار دولار شهريا تجنيها الميليشية الحوثية من عائدات السوق السوداء والمشتقات النفطية ومع ذلك لا تصرف مرتبات الموظفين وبنفس الوقت تمارس القمع الرهيب بحق المجتمع وتصادر حقوقه وتحاول مسخ هوية المجتمع وتجريف الهوية الوطنية اليمنية وإحلال مشاريع طائفية مكان هذه الهوية اليمنية الجامعة بالمقابل أيضا للأسف الشديد اليوم نتحدث بمرارة كبيرة في المناطق المحررة أنها أصبحت مسرحا للعصابات والجماعات المنفلتة وللتشكيلات العسكرية التي لا تدخل ضمن هيكل وزارتي الدفاع والداخلية وتعمل فقط لحساب ولاءات خارجية لا تمت القضية الوطنية بصلاة وبالتالي أصبحت عب ثقيل أيضا حتى على الدولة اليمنية وعلى مؤسسات الدولة يجب أن يصطف اليمنيون كلهم على قلب رجل واحد بالفعل مع كل توجهاتهم يحتفظوا بأفكارهم بتوجهاتهم السياسية بتعددهم الثقافي والسياسي ولكن يتجهوا نحو استعادة دولتهم وحماية سيادة بلدهم وإنهاء مشاريع التشضي والانقلاب والتدمير التي قلبتها الميليشية الحوثية وبالتوازي أيضا قلبتها الإمارات نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمد صحفي الناشط الحقوقي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكلكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وعمل